كابتن ضايا، بمناسبة الكابتن طايا العشري وغير الكابتن طايا العشري حركة المدربين الكتير اللي بتحصل في الدولة المصري متى سيكون لها نهاية؟ كما هو هيكون لها نهاية مش بوضع الضوابط هي محتاجة فهم عند المسؤول اللي بيجيب واللي بيمشي بيجيب ليه؟ أيوة ويتمشي على أساس إيه؟ لو المسؤول ده فهم ويعرف دوره بشكل كويس جدا لما بيجيب مدرب بيقول له أنا عايز واحد اتنين ثلاثة على الأدوات دي هتقدر تشتغل بالميزانية دي وبالأدوات دي أنت بتختاره وبتجيبه فيه اتفاق هنا وفيه توافق المدرب بيجي إزاي بقى في مصر؟ في الدولة المصري بقى حاجات كتيرة بقى الوكيل مسؤولين بيكلموا بعض بيكلموا بعض خد ده هد ده ود ده عادي لكن أنا نفسي حدي يحدد معايير معايير فرقته هو على ميزانيته وفرقته علشان ما تلاقي فرقة مغيرة خمس مرات تلاقي يعني يعني إسماعيلي ما عندوش ميزانية مثلا يغير ليه أربع مدربين والله صحيح ما فيش حاجة فيها اتفاق على ترابيزة حاجة منظمة بشكل كبير جدا حتى الناس اللي عندها ميزانية يعني سيراميكا مثلا عندو ميزانية وعندو الدنيا مهدد بالهبوط ورغم إنه هو جايب كمان لعبين مميزين من أبيادات المصر فهي محتاجة إنه تبقى أنت عارف تبقى عايز لازم تعرف أنت عايز إيه وتديه لي إزاي القصة بشكل كويس معه مدربين تواسقت فيه تسيبه يشتغل وتقول له لينا قد كذا ووقت قد كذا والحكاية قد كذا لكن إحنا أسهل حاجة ده بيتخذ القرار سهل جدا خد بالك في العالم كله مدربين بتمشي طبعا وفي وسط الموسم وكل حاجة ما بقولش إنه إحنا عندها حالة غريبة لكن إنت معندكش معايير حقيقية ودائما متهموا فيها المدرب صح أنا ماشيت المدرب بمعايير وجبت مدرب غيره بمعايير دهل في أوروبا يعني أنا ماشيت مدرب عشان واحد اتنين تلاتة من الخامسة اللي إحنا طالبينهم متعاملوش فهييمش عشان معايير دي ولو هجيب مدرب في نص الموسم فهيجيوه معايير تلحق الموسم تلحق الواحد اللي بتاع يلحق وده بتاع نص الجدول وده بتاع هي بس نصيحتي للمدربين أنا أنصح الخصوصا السن اللي نازل أنت لما بتمسك فرقة صغيرة شوف الفرقة الصغيرة دي عايزة إيه وحجمها إيه ولعب على قدها لأنه موضوع أنك أنت بتلعب الكرة الحديثة بشكل اللي عارفين وبتاع البلدنج أب وبتاعه وبتاع الحاجات دي يعني ما تشغلش نفسك أكتر من الفرقة صح اللي هو يبنازل عشان بس يقولك إيه عشان الناس تبص أو الستوديو يقول كريم ما كانتش خايف من آلي ما كانتش خايف من بنامد ما كانتش خايف من زمانك طب هو بلعب كرة حلوة طب بيعمل بلدنج أب حلوة وطيب اتغلب 2-0 وأسمع حدي تاني تلعقولك أنا مدرب هجومي أنا مش الدفاع زي ما كنت الدفاع دي حاجة وحشة طب إيه اللي حصل؟ سوق توفيق اتغلبنا النهاردة في الآخر تلاقي مهدد عشر فرق من الأول مركز العاشر مهددين بالهبوط وفيهم فرق عندها إمكانيات فيهم فرق عندها إمكانيات طب ما عندهاش وعندك سرميك كل بطرة والبنك الأعلى على سبيل المثال من الفرق بالزبط بالزبط فالخلل فين؟ الخلل زي ما بقولك انت بتختار عايز إيه؟ وعندك لعبة إيه؟ مزانيتك إيه؟ هتجيب كريم بعشر قرش ولا هتجيب ضياء أبو ثلاثين صح فأنت على عده بتختار الناس اللي بتشمل يا أبو ثلاثين